اشتركوا في القناة في البث اليومي حقي اللي موجود اللينك حقه في الدسكريبشي تحت وان شاء الله هتعرف كيف الفيديوهات هذي عامة طويلة شوية على اساس احنا هنروح على جيم كامل ندور فيه بالتفصيل على كل حاجة انت بتسويها اذا عجبك الفيديو هذا لا تنسى تسوي لايك وشير وسبسكرايب وان شاء الله سيلفر فور حاليا مزبوط اليوم يعني خلينا دائما نبدأ الـ coaching session بنفس الطريقة اللي دائما نبدأ اول ما ندخل الـ game الحاجة الاساسية اللي لازم نعرفها ايش هال matchups اللي انا بنلعب فيها وانا كيف حلعب الماتشاب حقي صحيح ايضا بتقول لي ايوه زي كده معناها لا مش ايوه لا لما تخش game اول شي بتشوفه انت ايش بتقل ايش احنا نبغن نتعلم نفكر بالطريقة هذي انا انا بقول الكلام هذا عشان اذا انت ما بتفكر كده ابغتب لاتفكر كده اوكي انت اخذ thrash لانو دائما تلعب thrash انت ما همك من الناس اللي قدامك كل اللي يهمني حاجة واحدة اول ما ادخل الـ game ابغشوف ايش هال matchup حقي ايش هان ايش هال matchup حقي انا والجنغل والـ adc اللي معايا كيف قدام الـ adc اللي قدامنا والsupport حقه اهي اوكي واحد من الفيديوهات عندي اللي انا كنت شارع فيه في fundamentals ايش كان او مو في fundamentals كانت تعلم اه تعلم المatchups المatchups كيف قلنا كيف مين اللي يفوز على مين البوك السستين المثلث هذك اذا فاكروا اذا ما انت فاكروا بعدين ارجع اشوف الفيديو عشان تفتكروا كيف نعرف مين يفوز هنا في الليلة اللي انتو فيه مين اللي يفوز مين يفوز في الـ air مين يفوز في المد مين يفوز في الـ lead اعتمد على حسب المatchup اللي بيلعب قدامي Kate Ash Thrash سنة مزبوط مين يفوز مين يفوز Kate ولا Ash ايش ايش كات لماذا افرج حقها اطول تقريبا عندها كرت كلهم كرت الاثنين كلهم يلعبوا كرت ماذا يعني والكرت ما يجي الا مرة بعدين في البداية كله صفر كرت فلا تدخل الحاجتين في بعض Kate عندها range advantage في البداية فعلا لو لعب Kate مزبوط عشان عندها 650 هنا عنده 600 600 Ash 600 اظن مو 500 500 600 كات هذا الـ airley advantage بس لو Kate لعب زي وجهه كل شوية ينصقق من الـ W حقه Ash الشوية ينصق في الحقيقة في الحقيقة كات كات تفوس فيه أكثر كات 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 من النصق السنة كات كات لم يكن من النصق السنة أظن أنه لدينا A-D حقها تجد تسوي من وراء المنينز وتجد توصل لك قبل ما يتتوصل لها فعشان كده شيونز فباي دفنيشن الماتشة باللي انت داخل فيه كيت تفوز سنة تفوز يعني متساوي مدام متساوي احنا ايش نبغان نسوي نبغان نوصل لابر اثنين قبلهم ولا لا نبغان نشيل المنين ويوفة الثانية قبلهم ولا لا نبغان نشيل المنين ويوفة الثالثة قبلهم ولا لا نقرر شايف كيف بدأت مين اللي يفوز اول انا على حسب مين اللي يفوز انا احاول انا اقرر ايش الخطر اللي يبغى سويا انا وانا عارف انه انا افوز بالبداية ما نهى انا عندي لين كنترول بالبداية وهم خايفين مني اذا هم خايفين مني انا قدر اخض لفل اثنين قبلهم انا اخض لفل اثنين قبلهم ايمان تلك لين كنترول واقدر افوز على اليام عامة في الماتشة باللي انت فيه عشان في كيت وشيز بري وبرسيف انت لفل واحد ما تبقى انت عشان رينجك اكثر منهم كلهم لفل واحد ما تبقى تنضرب تبقى تسنى الين توصل لفل اثنين بعدين تخش لو انت من الناس اللي عشان يعني روحت بالبداية لفل واحد وروحت دخلت في وسطهم وانت بتحاول تسوي تريد تضرب اوتواتاك وانت بتأكل لك 2 ولا 3 اوتواتاكس والهلت حقك هنقص معناها انت ما انت داخل بخطة وفاهم ايش تبقى تسوي فاهمني طيب ليش قررت كده انا لو انا لو قدامهم ميلي لو عندهم موسنة هنا لو عندهم الستر ولا بروم ولا ميلي تشامبيون فانقلت لك لا حبيبي بنور ما تخش اللين العب انت اغرسيف وروح سوي اضرب لان انت الرينجك اعلى من الرينج حقه فاهم يمكن تبلي اغرسيف لفل واحد لفل واحد لسه ما عندكم الا سكيل واحدة وكلكم يعني مو زي الستر لسه لما نجيب الدبل يو حقته مثلا ولا ال اي يقدر يخش ويجيبك في البداية ما يقدر وانت عشان عندك رينج ادفانتج انت تقدر تضربه ودايما الماتشاب في البوت الرينج يعني اللي عندهم رينج ادفانتج دايما يكون عندهم يعني برايرتي افضل بزاد في بداية هالجيم فبيستع الكلام هذا انا ما يهمني احنا فهم بداينا في هالجيم لانه اسر ريليفنت عشان نوقف في انفيت انت المفروض عندكم تنشيل انفيت التيم ما يسمعوا الكلام شي طبيعي ما حنتكلم فيها ابو اشوف بس كيف اللينفز ابقت وقفني لو اي شي ما فهمت وتسألني تمام ولو قلت كلمة انجليزي وانت ما تفهم انجليزي وقفني وقل ليش ما عليش سامحنا انا حيانا اتكلم بانجليزي كي تطلع من لساني اتي باطل طبعا نبنطالع في جهتنا اوكي عشان واحدة من الحاجات اللي نبنشوفها بداية نبنشوف في الجنغ البداية صح ايه طيب لما انتلعبوا زي كده انتو من اللي حطت الورد هذي انت ضيعت وردك انا حطت هناك ليش ليش انا لو دخل علينا لو دخل من هنا نقدر نشوفه لو دخل مين لو دخل الجنغ الحقهم ايه مين الجنغ الحقهم مادناس قدامنا جاكس 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 كيف يلعب ايش لازم يسوي عشان ايش نظامه في الجيم ايش انا اعرف ان اللعبت يعني جنغل غريب شوية طيب انتصار هذي حاجة من الحاجات اللي ناكسة لازم نتعلمها برطا لما نشوف جنغل الجنغل اللي يلعب قدامنا لازم نعرف كيف يلعب الجنغل يسوي كونتر جنغل الجنغل حقهم يفرم إذا فارمينج جنغلر يخلص الجنغل حقهم كله ويوصل لليبل 6 ويسوي جنغ الجنغل حقهم يسوي جنغ لليبل 3 ويسوي جنغل جاكس من الشامبيون اللي ما يبغى يخوش عندك في البداية هاداك غريبز نونو شاكو زنزاو ماستري احيانا هدول يبغى يجو يدخلوا الجنغل حقكم ويضاي تيك ويضاي تيكي يورجنغل هذا مو واحد منهم طبعا هذا موست لايكلي جاكس اشي بيسوي اذا بدأ بط يبغى يروح ياخد مدام هو سنجل تاركت شامبيون يبغى ياخد يبغى ياخد يبغى ياخد يبغى ياخد يوصل لفل 3 ثم يروح ياخد سكتل ويسوي جنغ فوق طبعا ما ستجي سكتل يبغى يسوي جنغ فوق ويكمل الباقي فهذه من الحاجات اللي نعتبرها ناقصة لازم تبدأ يعني شوية شوية تتبحار فيها طبعا انا انا بقول لك الكلام هذا باعتبار انه انت تبغى تتحسن صح؟ انت تبغى تفهم القيام انت ما جيتاني تسوي كوتشنج الا انت تبغى تتحسن ما انت جاي تبغى تسوي تراي هارت ما انت جاي تبغى تتفل وتنبسط الضيئ باقت فعشان كده الحاجات هذي اللي حقول لك عليها حاجات اضافية ما بقول لك كلها احفظها من اول يوم ومستحيل تحفظها من اول يوم بس ابغاك ابغاك تبدأ تفكر فيها سجيلها من الحاجات اوكي اليوم انا ابغى اتابع الجنغلر عشان اعرف كيف ألعب في الجيم باست على الجنغلر اللي قدامي اوكي وركز الاسبوع هذا الاسبوع هذا كل ان يبغى ايش الجنغل باث الاول لايب قدامي جاكس لايب قدامي شوفانا لايب قدامي نونو لايب قدامي هذا كل واحد ايش يسوي وعلى باس ايش يسوي طبعا باعتبار انهم بيلعبوا لعبهم صح او ما لضي وقته وانت بتلعب حتى روح شوفهم في يوتيوب ولا في هذا شوف واحد من الجناق المحترفين كيف الباث حقهم لما نلعب بالشامب هذا عشان تعرف انت كيف تبني اذاك طبعا كون انه انت بتستخدم الورد حقتك في البداية كذا انت بتحب نوك ليش بقولك مو كويس لانه ما احد تستخدمها في دقيقة 23 وعشرين ولا دقيقة 43 في الدقيقة 23 في المحل اللي انت تبقى تستخدمها فيه او دقيقة 42 على حسب الجنغل احنا دائما بنحاول نورد المكان هذا عشان الجنغل ما يجينا صح بزاتة الجنغل كان حيبدأ فوقه وحيجيني عليكم السلام ورحمة الله فانت حطيت الورد هنا الورد قديش تجي عشان تجي دقيقتين اظنى تاني الورد قديش عشان تجي دقيقتين دقيقتين دقيقت تسعين ثانية دقيقة ونفس التسعين ثانية تجلس والشارج قديش مئتين واربعين مئتين واربعين مئتين واربعين يس بقول قديش تقريبا فات دقائق اه انت الرياضيات انك مضروبة اخوي اربع دقائق اربع دقائق اربع دقائق لو سمحت يس ما بسال عشان ابا احرجك ما ليش سامحني ابا اسال عشان المعلومة تركب في راسك لما انت تقولها مرة واثنين وثلاثة هتفتكرها لما تسمعها مننا او تسمعها مني او تسمعها من اشخاص ما هتفتكرها تمام فضروري ضروري الارقام هادي تكون في بالك لو سويتها هنا الواردة اللي بعدها طبعا هي الشارج بدأ من بدري يعني مو دوب وبدأ الواردة اللي قبعة هتجيك ثلاثة وحاجة الجنغ الوردي احتمال جاك فما اني بنضيع الواردة اللي في البداية ازا كده بالذات اقلها واحد منكم يعني واحد منكم حط واردة ثانية عندك انتو اثنين بوت ما انتو واحد لحالك المشكلة الاثنين كلكم ضياتوا وارداتكم معناها ما هتوردوا للجنغل لو جاكم لو جاكم لو ما جاكم انتهى ويتشز احتمال كبير ما هيجيكم لان هو الباث حقه هيبدأ من بوت على فوق بس الفكرة انه لازم يكون عندك واردة عشان تحطها في المكان السريع ولازم يكون عندك او تشارجز او الماترية تستخدمها هذا قام حط واردة هنا نقول له بطل مو مزبوط لما انتمشوا من هنا انتو جيتوا من بدري واردي مدام جيتوا من بدري بدأ ياخد طبعا انا ما هتكلم على الويب مانجمينت اليوم نهائيا انو انت سيلفر لسه سيلفر ويب مانجمينت ازبت ايرلي انتو مدام جيتوا اللين اول معناها عندكم ادبانتج معناها المفروض توصل لليبل اثنين اول صح؟ ايه طيب لما نوصل لليبل اثنين اول ليش نمفروض نسوي كيف هنلعب هنلعب مره لا نخاف هادي جاة اللين انت قدمت على قدام واخدين البطين بطل 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 احول بطل ليه بدأت بالكيو او متى لفبلت الكيو حقك الفتر من بداية اقل ما قابل اوكي لانا اشوفها ادفان تجابة من البيض هادي هادي اول خطأ بترش اوكي هادي خطأ صريح وواضح الاي افضل من هالكيو ما فيها كلام ليش ايش اديك الاي ليش اديك غير كده ايش اديك غير كده ايش الپاسيف حقات الاي انت تعرف تكري انجليزي او لا تعرف عشان انا أقرار لك نعم ايش ادي سلو لا لا يؤدي سلو يعطي لطشة ضيجة زيادة الأوتو أتاك حقتك لو لفلت الأي الباسيف حقتها لو سويت أوتو يدي أوتو ضيجة زيادة كل ما ما ضربت أوتو استنيت أخرتها كل ما زاد الوقت اللي ما ضربت فيه طبعا له ماكسمم الأوتو اللي حتيجي حتيجي ممرة قوية فأنت لما تلعب 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 الأي طبعا ما بقى تلعب أنت المفروض لا تلعب لا تلعب الأي في البداية يعني يمكن مثلا جاءكم نجيج هنا جاءكم ناس وسووا لكم إنفيد لو لفلت الكيو حقتك من البداية ما تقدر ما تقدر تبعدهم فتبتلعب الأي عشان تبعدهم لا والله تبتسوي إنفيد ودخلتوا في هذا حقتهم تخش هنا وانت بتخش تلعب الأي عشان تسوي الكيو حقتك شباب ضروري أي أحد في القيم ما يلعب الأي الأولى حقته إليه يوصل لينه أو فجأة جاءت هنا شفتني لعب مثلا بإزريل إزريل لفل الكيو عليه فجأة دخل وكفشوني بدل ما ضيع الفلاش حقه لفل الإي وفقه تمام طيب فأول شي ما نلف لأي الأبيلاتيس حقتنا لين ما نعرف إشنا ما نسوي شي الثاني يعني تسعين خمسة تسعة وتسعين في المية من تايم الإي على ثرش أول أفضل مو عشين شي لأنه حتى لو سويت الكيو حقك وجبت واحد إيش هتسوي يعني جبت بكيو الدامج حقه قليل دخلت عليه وسويت أوتو ولا شي تاني ما استفدنا وحقيت نفسك في بزيش مرة خطأ وإنت ما تبقى تحط نفسك بزيش خطأ وإنت تبقى تسوي وبتلفل الإي وعشان أنت ملفل الإي مرة ضروري لأنه طول الوقت أنت تلف تخزن دامج تجي تلسع واحد منهم كف تلسع مو المينيون تلسع هم وإذا أنت مين ثرش المفروض لكلام هذا تحفظ وباك تروح تمسك الحقك تفس فصل العبرة إذا اللي فيه هنتكلم عليها اليوم بس هذه واحدة من الحاجات فأنت ماخد كيو أول هذا لازم يتعدل عشان أنك ماخد كيو أول والله بتساعد خويك أنا ما حتكلم دخلت هذه كويسة دائما دائما واحدة من الحاجات التي تجربها وانت داخل على أي أحد لما تسوي أي سكيل شوت تسويها تسويها على المحل الذي متوقع يروح له أو متوقع يدوج له عامة 3-4 الأشخاص في الـ وفي البلو سايد نفتكر البلو سايد اللي جاي من هنا الناس سبحان الله اللي يدهم فكروا فيها يا شباب انتوا حتى في عقلكم الباطن أنت تلعب بيدك اليمين يدك يمين هي الأساسية صح؟ دائما لما تلوف تلوف على اليمين قبل ما تلوف على اليسار دائما لما تجد بتدوج ستلاقي نفسك تلوف يمين اللي يلعب بيده اليسار اللي هي أدوج أول أدوج على اليسار مش اليمين فطبيعي لما نسوي الهدف حقتك دائما الادم اللي قدامك هيدوج على اليمين أفتكرها طبعا دائما في اليلو هذا بالذات الناس في دائما بعدين خلاص يتعود انه يدوج يمين ولا يسار ودائما يحاول يسوي يسار زي ما أنا تعلمت غصبا عني فدائما لما تجي تسوي الابليتي حقتك جريته لو يجي هيدوج فان هيدوج كيف يمين فكان المفرد يجيب الكيو حقك يمين أفتكرها دائما هذه وبعدين لما سويتها لو جيت تبدأ انت تسوي الكيو حقتك عليه وشفته هو يدوج يسار انت اللي بعدها أقلب على يسار فاهمني مفهومة واضحة حطها في الجهة الثانية نفس الشي إذا انتو بلو هم ريت حتلاقي دوج على اليمين أول تمام من يوم ما ضائعت الكيو إيش كنت بتفكر عطي اوتي اغنيت وممكن يميت لما سرح لدي المنيونز فالوجا بيضارب ما راح يقدام مع لش المنيونز حقون هنا دينا بس ماشي المنيونز حقون هنا والرينج حقهم كده هم يضربوك المنيونز حقونك حقونك كيف يضربوهم لذا رجع بيطارب ممكن يضرب لا بس انتو دحين اتنين يضربوك و الاد سي حقك ورا والمنيونز حقونهم المنيونز حقونهم المفروض يضربوك انتو شلتوا نصهم بعد كده باقي واحد والمنيونز حقونكم لا يساعدوهم كيف انتو مقتنع انه هم يضربوك شوف حلتك كم انه هذا مقتنع لك كيف مقتنع انه ممكن انتو تسو دامج اكتر منهم لا قل ما تجي السنة لما جي السنة على الطول وخرت يعني رجعت على الطول على وراء لا انتو ما وخرت على الطول انتو شفت السنة وكملت على قدام عيدة انا انا باك تفتكر يعني احنا حنتكلم على طبعا اول شي واحدة من الحاجات اللي باك تقتنع فيها اوكي يعني حتى لو تتفرج علي في القيم تشوفني مع لوي لما نلعب باليو اقول له لو ضيعت لي ايش تسوي باكر ولا انت باكر ترجع وراء على الطول لو ضيعت السي سي قابلتي حقتك لو ضيعت حقتك خلاص ريست معلش ضيعتنا استناها لين ما ترجع اخش مرة ثانية من يوم ما ضيعت الكيو حقتك افضل شي كانت تسوي ترجع على الطول خلاص انتهى راحت الوبرتونيتي ضربت اوتو ارجع جعتك الاولى اهو شفت هذا طبعا الانفروض شايفو انت انت بتلعب بكاميرا مقفلة ايه اوكي هدي مصيبة اوكي لازم تنحل اه تاني حاجة بالله اكتب قالت كاميرا مقفلة لازم اشيلها ما حتجر تكمل اذا هتلعب كاميرا مقفلة طول الوقت كاميرا مقفلة طول الوقت ولا تفتحها بالواي ولا تفتحها بالمسافة ولا تقفلها بالمسافة لما تفتح مسافة تمشي لا مقفلة طول الوقت لا هذا لازم تلغي خلاص معلش ترى السبوعين الجاية من حياتك في الأول ستكون مرة مقرفة وما ستعرف تلعب الجايم ستحس نفسك ايرون ولا تلعب رانج تلعب نورمال تشيل التكفيلة وإليما يدك تتعود عليها اي شيء ما ينفعل ممكن تلعبها بطريقتين تلعبها زي لا استخدم اي حاجة ترجع الكاميرا عليها انا ما ثبت الكاميرا وهذا أصعب تضغط مسافة وانت ماشي من يوم ما تشيل يدك مسافة تمشي هذي الترانزيشن اسهل لا ما ما لا لا اتتعود مع زينزا وط فحاول أول شي تسوي بعد ما تلعب رانج الفترة هذه اليوم ستتعود على الكاميرا الجديدة جرب بين الاثنين يا انو تفتحها كليا يا انو تفتحها كليا ولما تبغى تمشي عشان تشوف تضغط مسافة بالثمب حقك اوكي هذا اول الابجكتيب لازم مر ضروري لانو هذي لما جات هنا انت ما شفتها انت مفرود شفتها حتى لو ضغط مسافة مصيبة لانو هي بانت وحتى لو ما شفتها انت مفرود شفتها من الميني ماب يعني ما شفتها قدامك شفتها من الميني ماب وبعدين ضاعت الكيو اول ما مثلا انا شفتك بعدها قررت انو اليدسي حقك بيرجع انت شايف سنة ضربتك وهذا بضربك وانت ما زلت تقدم على قدام سويت Auto وسويت Auto كمان قدمت على قدام سويت Ignite Auto تانية مستحيل تفوز تريد زي كده مستحيل مستحيل هم عندهم الابلتيز حقتهم انت الابلتيز حقتك ضعت هم عندها سنة عندها ال Auto Q وهذه عندها ال Auto W طبعا ال Ignite هذا حنتكلم عليه بعد شوي أوكي من يوم ما ضيع الابلتي Reset كده برمج عقلك الباطن من يوم ما ضيع الابلتي Reset هذا واحد اتنين ال Ignite ما نستخدمها إلا بحالة واحدة احنا متأكدين هنكتر العدم اللي قدامنا و و Level 1 مستحيل تقريبا تكتر العدم اللي قدامك احنا نبقى نستنى قلتلك ليش بكرنا وإحنا داخلين وإنه احنا نفوز في اللين معناها نقدر نجيب Level 2 قبلهم أباك تجيب Level 2 قبلهم QE Ignite وعشان الكتل اللي معاك يضع WQ تقتلوها ممكن عندك 2 abilities مو واحدة دايما لا تلعب على انك في Level 1 تجيب كل ألعب على انك في Level 2 تجيب كل ال Aggression اللي انت سويته اللي انت طلعت فيه Out of Position وحطيت نفسك قدام ورا المنينز حقونكم وبين اتنين People يضربوك خلى هلتك يصير ربع وهلث ال ADC حقك يصير نص وهلثهم هما واحد منهم كامل والتاني 70% يعني التريد هادي بالإغنايت لا تنسى انهم عندهم كمان Exhaust وعندهم Heal انتوا صرتوا خسرانين فيها بس عشان انت والله You played over anxious وما تبغى تستنى وما تبغى تستنى الوقت المناسب اللي انت تدخل به لا تنسى انه طبعا احنا انت عارف متى تجيب Level 2 ولا ما انت عارف ايه متى المنينز الثانية المنينز السبع منينز لا السبع منينز هذا فوق بلا في المد في البط لازم 9 منينز اه اوكي اوكي نعم تشيل الستة الاولة وتشيل التلاتة ميليز الاولين مش الرينج اوكي بدأ حين طبعا هذا مكانه خطأ هذا حمار دخلتك عليه صح بس دخلتك عليه المفروض انت ماخد الاي وجيت سويتله Auto كبيرة عورتوا وبعدين سحبتوا بايه تانية وعورتوا تانية وبعدين ترجع نقصنا هلثو انا دحين بس ايش اتنسى اللين ما هو يعني اوه ضياناها ما قتلناها انتهى القيام لا خفض هلثو شوية خفض هلثو شوية لما تستعدوا تدخلوها ودائما نبقى نكون صبورين كذا البيشنس هذا مرة ضروري دخلنا هنا الواتو هادي حلو تمام هذا جامعك فيه مينيون شوف دحين وانا هادي مصيبة ان المينيون هذا راح عليها واحد والمفروض من يوم ما ضيعت الكيو حقتك قلتلك ارجع المينيون التاني حيروح عليها عشان الدخلة العجيبة حقتك ضيعت عليها من يناين واحنا يهمنا في بداية الجيم الـ Gold والXP اكتر من اي شيء عندكم الاربعة ألبا مينيون هذول الكويسين هما ما يقدروا المفروض يجروا غراكم لانه دحين عندكم مينيون يساعدوكم هما جالسين يضربوا انا لو انا محل لكم كان قلبت اضرب دحين انت كل واحد فيجري الى لا نهاية طب فلاش عندك ما بدري ما تبت تهييل المفروض تقلب عليهم ترى مفروض تقلب عليهم مينيون كلهم بيساعدوكم بيضربوا عليهم ما حنتكلم على مايكرو هذي مشاكل مايكرو لسه ما انت متمكن من الشامبينز حقونك زي الناس والآدم وما انت متمكن من الدخلة وخرجة زي الناس والآدم هذي هنتعلم عليهم على الوقت انا خاف لما اسوي كوتشينج زي كذا مرة صعب انه انا احسن ما اقدر اركز لك على الحاجات الكبيرة اقدر اركز لك على الحاجات الصغيرة الضرورية فابغاك طالع فيها معايا من المطلق هذا واحد ما نسوي تريت إلا لما يكون عندي مصلحة أو يكون عندي ادفانتج ايش يعني يكون عندي ادفانتج واحد نمبر ادفانتج احنا اتنين هما واحد زي ما انت دخلت اتنين عندي ابلتي ادفانتج ثلاثة عندي مني الادفانتج اوكي عندنا نمبر ادفانتج دخلنا ضيعنا شوفنا النمبر اتعدل صح جات التانية بعد ما ضيعت هي ضيعت الدبليو حقها انا ما خاف انت بطل هنا الين دحين انت ممتاز من يوم ما هذه ضاعت بالنسبة لي خلص المفروض انا ادفانتج عندنا المنين ادفانتج انت عارف انو المنينز لما تضرب شوف ايش صار المنينز حقونهم صاروا يضربوكم بس المنينز حقونكم ما بضربوهم لانهما برر الرينش حق المنينز حقونكم صح فأول شيء من يوم ما ضاعت الـ Q ارجع لا تنسى هذه عندها Q وهذه الدبليو حقها سيرجع بعد كم ثانية الـ الـ 14 تقريبا 13 18 تنزل 18 18 18 18 18 14 انت صح وتنزل وبعدين it keeps going back فدوا بس تخدمتها هذه الـ Q حقها تقول قديش الـ Q تقريبا 7 15 ما نريد فعله هو من يوم ما تستخدم الـ Q حقتها قد أدخل ترجع هي لسا عندها لطشتك انت من يوم ما رجعت انت مفروض مدام تبقى تفلش وخايف تفلش كان مفروض تفلش من بدري لا تستنى يعني استنيت إلين ما انضربت وقربت مو تفلش على طول أخرت في الفلاش مدام مدام انت تريد ان تفلش لا تنسى لا تنسى وشي ثاني انت عندك الـ Q حقك لسا ما رجع عشان كده ما قد تخذ مرة تانية اي ادو قلي كان مفروض يكتلهم الاثنين ترها يعني ولا واحد منهم مات هذا ليس مدامه اكيد بس انه مدامك مدامك لما انت من تفلش كده حطيت حطيت الـ حطيت الـ حطيت الـ موقف مرة مخزي هم المفروض ينهزموا منكم انتوا عشان والله انت مستعجل ماتي باستنى خليتهم هم يفوزوا عليكم وهم مفروض هنرجع اللين مرة تانية وثيفر اللي حتشتريه هتشتريه وحنكمل نشوف ايش هده يصار واحدة من الحاجات المترجع اللي دائما تكلم عنها في السابورت وفي هذا خلينا نشوف كيف هاوي والبوزيشن يرسل في جهة اللين احنا 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 عارفين هذول تأخروا معناها الجنغل حقهم بدأ فين في الرد وطلع فوق احتمال كبير طلع فوق مزبوط متى حاجين للجنغل متى يقدر يجينا الجنغل حقهم تقريبا دقيقة اربعة متى اكزاكلي احنا لما الجنغل يبدأ من تحت الفوق وهو سنجل تاركت جنغلر يقدر يجي ما بين دقيقة ثلاثة وعشرين ثلاثة وعشرين وثلاثة أربعين هذا ايش معنى انه لازم حط ورد على الدقيقة ثلاثة ثلاثة وعشرين ثلاثة وعشرين هين نحط الوقت هنا ولا هنا عندهم جوا هنا قصدك مزبوط عشانك فين عشانك في الريد سايد لو في البلو سايد هتحطها هنا هلوين هذا واحد اثنين متى هتوصل دقيقة ثلاثة اخبارك ثلاثة 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 احيان انت لفل واحد هم لفل اثنين لا يوجد اكزوست لا يوجد هيل لا يوجد فلاشات مزبوط مسجل الكلام هذا او انت مسجل نعم نعم حاسب حسابه نعم حاسب الفلاش كم دقيقة ثلاثة 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 لا لا تقول لي اظن فقلو الويكي وقل لي كم دقيقة اوكي نعم هذا اللي باك تسويه دائما فأي حاجة لما اظن ما ينفع لازم تكون متأكد ستريم قل لك خمسة دقائق بس انا اريد ان تتعود على الكنسيبت هذا طبعا انت عندك فلاش المفترض ان تشوفه بنفسك نعم وعشانها ثلاثمية ثانية ثلاثمية ثانية تكسيم ستين هذي خمسة دقائق كما التايمر حق الهيل والتايمر حق الاكزوست ثلاثة ثلاثة ونص ضروري ضروري تفهم الهيل اكتر الهيل اربعة الثانية ثلاثة ونص اقل شيء ثلاثة ونص دقائق فانت عارف متى الاكزوست حيرجع وعارف انك تدخل الاكزوست ما فيه وعارف متى الفلاش حيرجع سوى فلاش في دقيقة اثنين واربعين حيرجع في دقيقة سبعة واربعين او تقريبا سوى هيل وغوست انت ممكن توقيتها على الوقت اللي انت استخدمت فيه لانا الاغنايت برضو تاخد نفس الشيء انت عشان ما اخذ الشورتنج هو المفروض الاغنايت ثلاث دقائق بس انت ما اخذ الشيء مقررون اللي تقلل الوقت حق الساونرز فانت عندك هو حوالي مية وتمانية ثانية ثلاث دقائق ونص فانت بتسويها في ثلاث دقائق تمام؟ فانت دائما توقيت يعني الاكزوست والهيل نفس الوقت حق الاغنايت حقك تقريبا تمام؟ والفلاش نفس الوقت حق الفلاش حقك انت الفلاش عندك برضو شورتنج نعم؟ نعم؟ نعم نعم فانعرف خمسة دقائق ما عندهم فلاش عندنا فلاش معاش عندهم لفل افتانتج انا كيف حلب انت جيبت لفل اثنين وصاحبك صار لفل اثنين عندكم مينيون افتانتج هاد المينيونز الزيادة ليش خايفين؟ ماذا كنت تفكر؟ قل لي يا باك قل لي ايش بتفكر لأنني نجلس نعدل الأفكار واحدة واحدة مع بعض اول شيء اول شيء اول شيء قلت انا صدقاء نعمل لهم هذا نعمل لهم ايش؟ ما قليل ما اخذ الكلام اه طبع اول شيء انتم مينيون ويف كبيرة عندكم 1 2 3 4 5 6 هم عندهم 1 2 3 4 5 عندكم مينيونز الزيادة انتو سايبين لهم يفر المبلاش ليش سايبهم فر المبلاش ليه ما تلطش بعد ما اخذت المنين انتو كتير لو ضربتو وهو ضربك مين حيفوز لا نتقل هبان عشان المنينز عشان المنينز ليش نخاف ما نخاف عندك بوشن عندها بوشن عندك بوشنين هي تستخدم واحد انت تستخدم واحد ضربتها زيادة انت تستخدم اثنين مع انو عندها الكيو حقها طبعا انت انا لو انا محلك هنا قدني جايبها كيو اي في مينين ها في مينين هذي اوتو بوزيشن ما في هنا كيو اي ماتت ليش خايف هذا اوتو بوزيشن هذا حمار ضحين يعني هذا طبعا في قاعدة انا دائما يعني ما ادري اذا شفتها في ستريمي قبل كده لما تلعب مع رانج سابورت كيف توقف انت والرانج سابورت حقك متوازين متوازين لما نقول فوقه تحت طبعا لا تنسى الخريطة احنا بتطالع فيها من فوق ذا حين يعني هما المفروض كيف يوقفوا مفروض يوقفوا كده هي هنا انتو تضربوا قبل ما هذا يتضرب حالت تأخر طح؟ عشان رانج يعني رانجها كده تقريبا وهذه رانجها كده انت رانجها لو جبتها هنا وهذه وصلت انتو ضربتوها قبل ما هذه توصل يعني وردي ضربتو 2 Auto Attacks و Q قبل ما هذه تبدأ تضرب 2 Auto Attacks وعندنا مينيان أدفانتيج ما نخاف اليوم هاركز على حاجتين على الحاجات اللي قلتلك عليها في البداية وحاعلمك كيف تسوي تريدس ابق تركز كيف تسوي تريدس لانه لانه you win the game as a support for your ADC اوكي الـ ADC حمار ما يعرف سوي الحاجة فاهمين حاجتين نبغ نتعلمها فان نوقف الـ ADC ومتى ندخل اليوم نبغ نركز كيف مينة ندخل عندي مينيان أدفانتيج هذه واحدة ما نقول لك من الثلاثة حاجات في واحدة في البث اللي أعطي الصح العافية في اضافة الرابعة اللي هي أيتم أدفانتيج صحيح بس أنا قصدي ما كان قصدي ضحيم في الليينج فيزدوبنا في البداية ما عندنا أيتم أدفانتيج زي بعض بعدين سيصير فيه أيتم أدفانتيج لو عندي أيتم أدفانتيج او لفل أدفانتيج شي طبيعي يزيد ففي عندنا خمسة حاجات او ستة حاجات دحين في الليينج عندي سيصير عندي مينيان أدفانتيج عندي مينيان أدفانتيج عندي مينيان أدفانتيج صحيح؟ طيب دحين عندي مينيان أدفانتيج الليفل متساوي وعندي سيصير عندي لأنه عندنا الفلاش حقه وفي نفس الوقت يعني هذا out of position انت قررت ترجع والـ ADC حقق قررت رجع بعدين الـ ADC جلس سوي Q غلط ما انتهينا انت جالس تجري تروح على الـ ADC والمفروض انت توقف هنا وهو يوقف هنا بعدين الـ ADC حققك واقف هنا وانت قمت قررت قدام ايش بتفكر وتتقري قدام؟ اينا اسحبه الـ ADC هنا لو سحبته ايش استفيد انت تضرب هذا هذا ولا يجيك اضربوك الـ ADC عبر ما يجي يضرب صح؟ ايه بس كنا لما اجيبه قد يسيب الدرج حقه ويجي يضرب معاه نب ما يقدر رينجو ستمية وخمسين مو الف ستمية وخمسين هنا يعني شوية هنا لازم يمشي الين هنا عشان يقدير يضرب معك وهو هم الاثنين اقرب لبعض انهم يضربوك وانت ستموت قبل ما يوصل الـ ADC حققك او حيصير هلتك ربع وما عندك فلاش لا تنسى انت قلت قبل شوية انا لما امشي لازم امشي واتوازم على ADC حقي لازم اباك دايما في قاعدة المثلث اوكي هو هنا انتو هنا لما تضربوا واحد تتضربوه مع بعض كلكم الاثنين توصلولوه في نفس الوقت دايما في حالات شادة هتكلم عنها بعدين اذا مو هذه اذا الحالة هذه مهي موجودة مهي صعيرة ما اباك تقدم زكذا ابدا لانه كده تحط نفسك في مجال انه انت تنقتل او ريو فورس الـ ADC حققك يدخل في دخله هو ما هو جاهز فيها واحد اتنين ارجع ثانية انت ما بتلعب لحالك في اللين صح؟ طيب اوكي الابريتيز حقق اللينر اللي معك مهمة واللي ما هي مهمة او كد مهمة طيب الـ Q حققه تضيعها قدامك شوف الـ Q لفل اثنين انت جبت لفل اثنين مع هذا الاخ او Q كما الـ CD حققه نفس اشي باقي تطالع وتشوف الـ CD حق الادم اللي معك انت قم بتجري داخل ما عندو Q ايش هيجي يسوي بس هم عندهم الابريتيز حقتهم لا تنسى انا ليش باحدد لك الـ events هادي كلها عشان لازم تفكر فيهم كلهم عندنا سمن الـ advantage عندنا مين الـ advantage عندنا ability advantage ندخل ما عندنا ما ندخل لانه كده هم يفوزوا عنده الـ Q و الـ W و الـ E و الـ whatever اللي عنده عنده الـ W و عنده الـ Q حتموته انت حتموت هذا ما عنده Q هذا انت جبرته يدخل يسوي autos بس وهدول عندهم abilities ولا تنسى ان هدول الاثنين overall يسوي damage مع بعض اكثر منك انت وكيت صح انت support هادي damage dealer هادي Marksman support تسوي damage زيادة فكويس ان انت ما دخلت for whatever reason بس لو دخلت احتمال كبير الوضع لانت وشي تاني لا تحط نفسك دائماً في range حقاً انه الادم اللي قدامك يضربك وانت ما تقلت ردله اياها تمام اذا تبقى تقرب منهم قرب منهم اذا هو ضربك اضربه ليش اضربني ببلاش انت عارف فاكل الانيميشن اذا برضو تابعت فيديوهاتي دائما اتكلم عن الانيميشن cancel لو واحد بيضربني يعني في نفس الوقت اللي هو بيضربني ما يقدر اضربني ضربة تانية فانت لو ضربك ومشيت يعني كان ممكن تضربه ضربة ببلاش تردال اياها انه مستحيل يضربك ضربة تانية لو خرج out of position بيضربك ضربة تانية عنده Q اسحب فهذه الاوتو طبعاً انت جيت في range حق الاوتو حقه ما ادري ليش ما ضربك هو خاف عشان انت عنده Q طبعاً مفروض كنت سوي Q من بدري لو انت تبقى تسوي انجج انت هنا بعدين جرس تلفل في يمين يصار الادسي حقك ما زال بعيد ما انت انت parallel بطلق الادسي حمار ما عليش اوقف معه خليه حمار يعني لازم تحمر زيه وعشان ما تحط نفسك في موقف انت تموت فيه بذات في matchup انت ما تفوز فيه هذا طلع out of position اين الادسي حقه؟ هنا وهذا هنا انتو الاثنين هنا ايش رأيك؟ ايش كان مفروض تسوي؟ يكتر معكم نصحوا تحطيه كيف تؤدي هكذا المشروض كانmar الآخر هناك سبحانع يدعية ا كان wonder هكذا نهيت حبيه تساعد منه وخايف منه ضربك وريجي ونثن هذا مات هذا المفروض مات موتة شنعاء and you let him be اباك تفكر في حاجة الهلث حقك مهو مهم في الجيم طبعا مو لما تكون بار واحد تدخل زي الهبل بس هلثك انت كسابورت مهو مهم في الجيم خليه ينقص ايش المشكلة يضربك وتقتله لو نقصت نص هلثك ومسكتوه قتلتوه ايش المشكلة مشكلة كم بوشن عندك البوشن كم هلث 150 كل واحد صح 150 حتى لو شار نص هلثك انت هلثك كله على بعضه 600 سترجعه ب 2 بوشن 300 الوقت واحد يجري وراك يضربك out of position انا ادخل اضربه اقلها 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 كان سويت الوقت واتاك اقلها شو ثاني طالع فيها انا كيف بشوف الكلام هذا كله لما تفق قيمك انت انت قد فكت واحد من قيمك وشفت زي كده الاحداث هذه بتتابعها ولا ما بتتابعها ولا ما قد سويتها بكده سويتها في التوب لا اقلها اقلها طيب نفس الشيء اباك تفكر طبعا هذا ينطبق على التوب بارضة اباك بعد يعني شوف الحاجات اللي انا بقولها اليوم اباك بعد كل جيم تلعبه تاخد 10 دقائق شوف بداية الجيم حقك لا تضيع اكثر من 10 دقائق شوف انا ايش سويت اه هادي جا ضربني اوتو ما ضربته مع انه هذا سوى الدبليو خلاص بعيد نسينا انه عنده ابلتي والابلتي حقته لما نستخدمها عندي ويندو اف اوبرتونيتي انا ما استفت منها ويندو اف اوبرتونيتي يعني مجال ايش بالعربي ويندو اف اوبرتونيتي ايل انه عندي وقت اقدر استفيد منه الويندو هادي 10 ثواني او 14 ثانية او 11 ثانية لو كان ابل اثنين فاستغلها ضرب الاوتو بعد ما ضرب الاوتو ضرب الاوتو ايش سوي لك اوتو ثاني وكيو مصر وصار بعيد عنه على طول يعني اقلها اقلها اجري سوي ايه بعدين كيو ما عنده فلاش فاكر ضيع الفلاش حقه في البداية فح ايضا انا عارف انه ايو انت كنت يعني ما انت متأكد بس انا طبعت الفلاش ايصور فلاش اكيد لكن هو ما طيب لما اي احد يسوي فلاش اسأل اسأل التيم حقك اسأل كيت فلشت او لا فلشت او لا بكل الحالات اوتو فوزيشن حتى لو عنده فلاش اكفو شو خليه يضيع الفلاش فروحنا دا حين انت حتى ما سويت كيو هذا هذا اسأل كيو الكيو مستحيل تضيع الطريقة الوحيدة انه تضيع الكيو انه لو لف يمين لو لف يمين هذا سيلطشوا يعني لو رجع على وراء الكيو حاجة صح عشان انه على الجدار فالكيو حقتك اسأل كيو مستحيل تضيع لما انتو في مثلث وهم ماهم في مثلث خش اوكي نبنركز على حاجة حاجة دايما واحدة واحدة واحد منهم في الايلو هذا في السيلفر في الجولد في البرونز دايما يطلع اوتو فوزيشن دايما اشوف الكلام الفاضي هذا هذا مات كل مرة يسوزي كده يموت اوكي نبنك ما اباك تلعب صح اباك بس تدور على اوبرتونيتيز تبنش خلو؟ ممتاز طيب ضاعت الوبرتونيتي هذي ما استفدنا منها كملنا نفس الطريقة طبعا ما هتكلم على مانجمينت اجين يعنو مرة يبغى لك لازم نخلص الاساسيات نفهمها نتعلمها وبعدين نروح الى حاجات الضربة طيب ما هتكلم مرة تانية على كمتاز كل مرة تطلع والجنج الحقيقي تطلع انت ما عندك الو عندك الـ ممتاز هذي مش بطالة يعني لو كان عندك الو كان قلت لك بس حط له الو ورجعه مدام عندك الـ شفتهم انت تروح تقدم عليهم و تدفهم بس اتأخرت شوي جالس تلفلف كتير اجري بطل ممتاز الـ هذي حلوة هو حمار الـ الـ طبعا ما يقوم بطلع ما هي مشكلة ما هي ما هي بطلع كيف تتعلم لك أنا لا ستتكلم غير انو اتكلمت عن الـ و كيف تسجيل الـ كيف تلعب سكل شوتس هذا مفروض ما شاء الله عليك متمكن منها و لو انت متمكن منها تتدرب بالـ بعد ما قتلتوا الاخ ايش بتسوي الهين بعض تسجيل الـ اشاشه اشترك 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 أرجع معه أرجع مع ريكو إذا لا تستطيع ترجع لماذا أشتري الثاني ممتاز الشوز بخير الشوز أرجوك أرجوك حتى نعطي أنا أتفاكر أننا في وارد يجب أن تضعها 23 دقيقة أينها؟ لم أضعها قلت أنت سأضعها 4 دقيقة أينها؟ لم أضعها نعم لا ننسى هذا مهم جدا لأنه المفروض أنك موتوا لو كانت الجنغل أن عندك فلاش حتى لو لم يتم الأقل تستطيع التواطي وعندما قام بأضعها الواء لا يوجد هنا انت وصلت إلى هذا الطريق المفروض أنك لا تتشوف هذا الطريق إلا هذا المورد المفروض هل تعالعي؟ هذه ذلك البدع نعم يعني دحين بالزاد، دحين المفروض الجنغل للبوت سايد فأنت ماشي من هنا، وحتوصلوا لين هنا هو يقدر يجي من يشي من هنا، and you guys die والجنغل حقكم توب سايد بزيادة طبعاً، إنت دائماً لما تشوف الجنغل حقك في توب سايد أو في سايد مرة بعيدة عنك، لازم تلعب شوية سيف باعتبار أن الجنغل حقهم لو جاهم وثلاثة 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 نظبط؟ أعرف كيف تورد هنا، صح؟ لو وردت هنا، فجيت من هنا، وحطت ورد هنا، تنزل هنا كيف الحجرة هذه؟ هذه الحجرة؟ حطت الورد وراها هنا، روح أتعلم عليها لو جيت من هنا، حطت الورد من هنا، ستنزل هنا وبدل ما تجري كده جاري تحت زي البطة تعال أجري من هنا، ورد، سيف، روح أنزل زي البطة، أكمل فاهمني، لأنه لو الجنغل حقهم واقف هنا، you guys just died وردت، فراجعتكم للنين، تمام؟ حلو حالي، يلا، نكمل تاني ألي، سأقودًا، فراجعتكم لأنهم كده جاري أظل هو أه عندي مشكلة في طريقة الوابولينج حقك لما تتحرك بالماوس باللين هذا انت تتحرك فوق تحت مفروض يمين يسار مش فوق تحت فوق تحت فوق تحت انت لو انت يعني لو انت جالس كده فوق تحت طالع فوق تحت فوق تحت فوق تحت فوق تحت فوق تحت لو قدامك واحد زي ناطلوس كل اللي يحتاج يسويه يسوي الكيو على قدامه ويجيبك يمين يسار يعني انت بتلعب 90 درجة قدامه لازم دائما الناس اللي قدامك تلعب يعني بطريقة انه انت تلوف يمين يسار 90 درجة حولهم مش قدام وراء يعني على نفس الخط المستقيما اللي هم فيه اوكي فلازم تركز على موضوع ماشية كده قدام وراء لا هادي اهو كل مره يضربك اوتو ابوك تفتكر عمر قال لي كل مره يضربني اوتو ببلاش انا ما رجعتها انا سويت شي غلط اوكي اوكي كاستش كاتش 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 تطاعو تقدم على 80$ خلص يضربة ترجع بدا يمين يسار اوكي انتو انتواناتين تطاعو على هذا ميني لان اطلاع اذا او الان مانتوان انا لا تعرف أن تلعب أمامه أو أنت متمكن من الشامبين لأنه لا تعرف أن تستغل الإنز و الأوتو هذا هو أوتو فوزيشن طائمًا نضرب كيو ولا أحد فيكم يلمسه ضربك أوتو ما لمسته عندما نضرب أوتو ما يستطيع أن يفعل شيء بعدها فاهمني؟ لا يستطيع أن يفعل أوتو ثانية تسوى كيو الجنجل يأشر من زحمة والجنجل يأشر أهو شوف بدأ يأشر ماذا تفعل؟ هذا جاي؟ يأشر ستين مرة أنت طلعت على فوق ما أنت شايف الماب؟ ما أنتبهت للإشارة حقته ما أنتبهت للإشارة ولا طلعت في الميني ماب ولا فاك الكاميرا تشوف أربع يعني ثلاثة حاجات في نفس الوقت صارت غلط هذي فريكلت طبعا أنا عارفين أنه ما عندهم فلاش لسه لأنه ما قلنا فلاش متاحا لكم حيرجع؟ حمسة دقائق يعني سوديق اتنين واربعين يعني حيرجعكم سبع واربعين نعم 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 احنا قفلة في هذا الفيديو نزلت العين الأقوى الأحسن نعم هل رأيت هذا الفيديو أو لم ترى؟ نعم حسنا فعلت عينك التست وضع الماب في الجهة للعين الأقوى فيها كل ما تلعت سواني أو خمسة سواني أو أي وقت أبقى تطالع في الميني ماب بطرف عينك اليمين أو بطرف عينك اليسار طالع أرجع وانت بتمشي وانت بتلوف يمين ويسار وانت بتروح بتضرب المينيون الين ما تتعود عليها الشغلات هذه لما تتفرج عليها وتتفرج على الشباب تتفرج على أي حد كلها نسويها مبطن خلاص ما فكر في البداية بتفكر فيها أسبوع أسبوعين تتعود عليها خلاص ما يحتاج تفكر فيها هتيجي باي ديفولت فاهمني؟ هي المعلومات موجودة بس أنه تطبيق ما فيه لا ما هو التطبيق ما هيجي إلا إذا انت بديت أكتيف للطبيق لازم تبدأ تطبيقها فكيف تدد أن تطبيقها ما تأخذ كل المعلومات هذه وتحاول تتشربها وتطبيقها كلها في يوم واحد تأخذها واحدة واحدة أول شي تبدأ فيه اليوم تخش يعني الحاجات الأساسية فك الكاميرا وحالله يعينك أسبوعين من القرف ستطفش من اللول ومعليش وسع صدرك إذا تبقى تتحسن وسع صدرك أصبر إلى ما تزبط معك وفي نفس الوقت أول ما تحس نفسك خلاص تمكنت منها شوية هيضيف عليها أطالع في الميني ماب كل خمسة ثواني كيف كل خمسة ثواني ما أنت عارف كل خمسة ثواني قدي إيش نزل لك مترونوم أنا دائما أقولها للشباب تعرف مترونوم جوجل مترونوم شغلوا على سعر صوت طق كل ما يجيك طق طالع في الميني ماب طبعا نزل واحد أبطى شوية هذا مرة سريع إلى ما تتعود لما تلاقي عينك صوتها خلاص طفي بعد كده موف اللي بعدها شوف كل الشغلات هذي طبعا أول شيء أبغى تعلم أني أطالع بعد ما أبغى تعلم أني أطالع أبغى تعلم بعد ما أطالع أنا هطالع في إيش بعد ما أتعلم أني هطالع في إيش أنا إيش الدس هجينة اللي هاخده بعد ما أطالع فاهمني شفت الأخ جاي لكن خلاص شي طبيعي حجري على قدام بدل ما أجري على وراء ومشكلة من طريقة حركتك بالماب فوق تحت خلتك تتأخر زيادة لو أنت تجري يمين يسار كممكن يرياكت لهم أسرع شايف ليش أقول لك أمشي يمين يسار يعني يمين يسار لها أكثر من فايدة واحد اللي قدامك إذا عنده سكيل شوت يضيعها أسهل اثنين إذا 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 تتحرك لأي شيئا في قدامك يصبح لك وقت أسرع أن يرياكت بدل ما أنت ترجع على وراء بعد أن تقدم على قدام وأن تتحرك يمين يسار وترجع على قدام فوقت أقل هذا أشر 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 ما استفدنا شيء أنت مرة متأخر مرة بعيد قناة كاتشوب لذلك صميحة صميحة كما ترخفت لك 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 أشترك لك أحب لك 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 هل تفاهمني؟ هل تفاهمني؟ نعم هل تفاهم؟ هل تفاهم؟ هل تفاهم؟ هل تفاهم؟ هل تفاهم؟ أعتقد أنه لا تفاهم ونوقفه لكن كان هناك كانون لا نتوقف عن أن نوقف الكلمة التي قلتها خطأ لكن لا تحتاج أن نتحدث هل هناك كانون أو لا؟ نتوقف هم لديهم 7 مليون و3 قدامهم نعم نعم يعني لديهم 10 مليون وأنتم لديهم 7 مليون يوقفونه ورجعته ورجعته لكن لا سنتحدث عن مليون ويف مانجمينت دعيها بعدين الله خليك لكن لك قلت معلومة خطأ أحبتها صححة أولاً لا يفرق في كانون أو لا يوجد مدام عندهم عدد محدد من المليون موجود في مكان محدد يقدر يوقف اللين سواء في كانون أو لا يوجد هذا ما هو مهم حالياً هذا ما سيكون مهم إلى أن توصل البلعة إن شاء الله لحين كل ما يحتاج أفكر فيه حسناً أنا قتلت واحد أريد أن أقوم بوش أو أقوم بوش أريد أن أقوم بوش عندما تقوم بوش نستخدم السيدة كلها ونبوش بسرعة بالضبط أنت لا تقوم بذلك لا تضرب أوتو أتاكس إلا مرة قليلة ولا تقوم بوش أين رايح؟ لماذا؟ لماذا؟ لا تقوم بوش لا تقوم بوش كيف يمكن أن تقوم بوش لذلك يتم تقوم بوش وعندتو كل شيء بوش وكان يقوم بوش وإنه يصبح بوش ويصبح بوش أكثر وهو المفروض انه هو مهزوم طبعا حمار انه جاء بالتاور الثاني خلاص دفيتوا التاور هنا سوي ريكول الشي الثالث لماذا ما تسوي بينج للاي دي سي وتكتب له اكتب له ايش بينج، بوش سوي، سوي له بينج اللي هو ساعدني 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 سوي واكتب له بوش دوايف وبعدين بي ريكول لاتس جو باك قل له ابرجة عنده ايتم عندي ايتم او اشتري لماذا لا تتحدث لا تسبوا ولا تغلط عليها لا تتضرب معا وانتو بتبوشوا قل له بوش 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 اشتر له اللي هو ساعدني 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 في نفس الوقت اكتب كلمة بوش دوايف وصلها للتاور ما تسيبوها هنا طبعا هذي هذي اقين ما حنتكلم على ويف ما رجمة معقد حتكلم بس في حالة واحدة قتلتوهم الله خليك شفوا الوايف تحت التاور ولا شي تاني وبعد ما سوي له شف تحت التاور اتبع اتبع كم جولد فيه حرام كم جولد فيه حرام وماش تخدمتو ايش الفائدة رجعو لحن هي تشتري ايتم وهي ميتة وترجع اللين وتتضرب معاكم وتقتلكم لا احتمال تقتلكم وانت عندك الجولد هذا كلهم ما رجعت اشتريت صحيح صحيح اكتب اتبع احتمال امشي خلي موت عساين حرك اذا ما يفايد اوش الوايف هو كان يكمل 1300 احتمال عشان يبيشتري بيف ولكنه مرحبا يعني لو كان يبغاها لو شال المنين ويفل اللي قبلها اللي ضيعها زي الاهبل كان قد جاب 1300 دحين الجنغل حقهم البوت حقنا مورد شايفينه الجنغل حقهم شايفينه ومحنا خايفين هي وسرة لفل ستة وانتو كم لفلكم عشان الوايفل اللي اعطيناها هيها ببلاش هلوين نعم نعم اصحبه بالدبديو عشان لا يموت واللهي خارجنا اه اه لا تحتاج لفلاش لكنها بخير حسنا اه لما يكون قدامك عش وتمسكا لهذا دعنا نطالع فيها هذي دعنا نفصلها سحبته ما سويت له ليه ما وقفت قدام الادسي حقك قدام الادسي حقك انت تنك سحبته عندك الاي ما استخدمتها ليه ما وقفت قدامه انت تاخد الهت عشان عندك الدبليو عشان الدبليو عشان الدبلي اعطي من الفكاس سواء لا بس انت هلتك فل لو انت اخدت الدامج هذي كان انتو الاثنين دقلتو تضربوه اغنايت يمكن هتهم ان كلهم طب بغض النظر اهنا اصرات اخرته في الرجعة بس لا تنسى اذا ما يكون في ااش دائما نوقع قدام السبورت حقك قدام الادسي حقك لما بتحاولوا تكتله يعني انت اللي قدامت الكيو لماذا قدامت الكيو طب بس حوتيك فلنا انا قدامت عشان هو يتجع اعطي مهله عشان نرجع وانا اخر شوية مين يرجع كيو فيه شوية ارجع كايت طيب لا ابغى فهمك ساي كيو منتالي لكل الناس في league of legends لما انترش ان يصيد الكيو انه كيو فرص عشان ندخل مش نخرج ثرش جاب الكيو حقته يا عيال كلنا نفلتنا اول ان كل مرة انت تقوم بالكيو انت تقوم بالكيو لازم تفهم انه هو بيفكر كذا وانا متأكد انت لو كنت وكان معاك ثرش وثرش جاب الكيو حقته ايش هتفكر يا صح حينجج فتجيب الكيو وهو يدخل بعدين انت ترجع يعني نكبت اهله احيان حقا والكيو والآخر تستطيع ان قلوا احسنت احسنت حقا احسنت حقا بشيط لا شيء جيد في سلف ريو بشيط لا تمتعل الكيو حقا 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 انت مقتنى انو انا بغاى لا تدخل، تتفرج لما تلعب مع EDC فاهمك ومعك في ديسكورد وبتقول له، أه، سويت الكيو لا تدخل لا تدخل، حينفهمك بس في سولو كيو على طول، شفته أنت بس سويت الكيو قام دخل هل إن وشي طبيعي الرياكشن حقه هذا تمام؟ يب واي نوريكل أول عجبتني، قلت لي لو EDC رجح أرجع دحين، رجح أرجع قدامك، لماذا أرجعت؟ لأن هناك مينيوز، يمكن أن يأخذ بلايد الثلاثة أو الثلاثة حسنا، ما هو مسؤوليتك؟ دعهم يأخذوا البلايد الثلاثة والثلاثة، ودعهم يأخذوا المينيوز أرجع، أشتري آيتم وتعلم هذه مسؤولية EDC وشي ثاني أنت الحالك في اللين لو هم جوا وانت فكرت أنه عشان هم بيأخذوا هذا أنا دائما أشوف الثرشات الأبطال أشوف أحد أشوف أحد أجيبه، أصيده بالكيو، أجيبه أجيبه تحت التاور، إنسكي من التاور هو يضربني أسوي لي أغنيت، أقتلهم، أطلع أنا الهيرو الله خليك، نحن لا نفهم عن هذا إذا تبقى تفوز كبيراً، أنسى البلاي أنسى البلاي الأغبية أنسىها، كده أمسحها من مذكرتك لأنه مرة أخرى أجل مرة أخرى سوف تفضل ومتاعد الانتقال وأي شيء مرتب في الجامل نبغى، إيش الضروري يفوز سواء عجبك أم لا عجبك، سأخذوا البلايت كل اللي هيفري قد له هل سأخذوا بلايت ويقتلك؟ أم سأخذوا بلايت وشي تاني مو معقولة الادسي حقك حيرجع اللين وانت وهو لما نرجع انت تسوي ريقون فعدمت الادسي حقك زيادة واذا ما رجيت عدمت الادسي حقك بانه انت ما عندك الايتيم المفروض تكون عندك وعشان تقتل الناس اللي قدامكم ايش سويت؟ ايش سويت فور the لاست 15 سيكون حمار شكرا قلو برضو ما قتلت ولا سويت شي نعدها كم ثانية ضاعت وانت بتتمشح لنفسك؟ طبعا وكتلت لك بوك خلينا نشوف من ثمانية ماليش اذا بحرج كله بالتريق انا مو قصدي التريق اكتر ايو عارف عارف روكو ايو والله خليك ايو فاذا في اذا مزعل كل شي خش في عيني ما حسته ما فيها حيات لا فلن بلاكس مستفيد او الله حسنا يسار طبعا الوارد هذي شوية نتكلم عليها بس فاين يمين الجنجل حقك موجود هنا وردي ما تخاف ان ضربت اوتو اتاكو دابليو ببلاش بعدين سيمي كيو ما اخدت ولا شي اخدت الليفل ما اقول الاكس بي ايش سويت التاني ما ضربت ولا مينيون يارست الافلف الايدي سي حقك شوف فين وصل ليس مليوناوب لقد احضروا يصبح من نص الميليوناوب الباقي لماذا تقفى؟ لن تتذكر إنه مستحق لأنه ضربت لك لا يقل عن عشرين ثانية من تسعة وتسعة الان تسعة وتلاتين وانت جالس بس تتمشى وما اشتريت الايتم ولا تنسى لما اترجع ستشتري موبيلتي بوتس مثلا هترجع اللين اسرع وصلت في الميليوناوب ذي كلها مراحت أخذوا بعض النظر غصبا عنك أخذوا كان فل أخذوا إنت إش سويت بوجودك لو في جنقل معاك وتبوا تسوي بلاي ويقدر يكتل ممكن ما في أحد لحالك أزا سبورت دونت ولا تنسى لفل ستة لو في عندهم أليستر ولا في عندهم هذا ولا عندهم واحد فاهم يقدر يسوي لك تور ديف ويكتلوك أنت ما عندك فلاش ما عندك إغنايت إحنا عارفين مضيعة الفلاش حقك ممكن ويتور ديف ويتورك ويكتلوك ويستطيع أن تفعل شيئا عنه لكي تكون لحالك في المرة المرة اذهب إلى الادسي اشتري الاتم الادسي الادسي جاء هلتك ربع دحين ما ستفعله؟ ستجلس أو سترجع؟ ستستخدم الاتم أو ستجلس أحضر لا تنسى لأنهم أصدقوا لو سوالوا تشيز هنا ستنموت شفوك ستنسى شغلت الاتم من حقك ما أقول لك شيئا عن الوارد الوارد هذا تعلم تسوي من هنا سوينا شغل لا تسوي لا تنسى وانت بتقدم على قدام هنا potential هم موجودين هنا potential هم موجودين وهنا potential هم موجودين فلازم تحاول يا تورد يا تحط الوارد وانت بتقدم على قدام أو شيء تشوف تتطمن بعدين مدام ريجوا وماذا نفعله؟ شفو نصور الماكدة أممكن أنا عن نفسي بعد حالة تنسى تطلب مليون مع تسوي بسرعة خبت أخرب على الحار لأنه صنع صادفتين فأخذي براحة براحة حسن 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 انت هترجعه وما يقدر أرجعه هيموت الكيت ألا ما هيموت أظل أظل طيب، لو ما أتن تسابق اشتريت الموبيلتي بوت ليش اشتريت الموبيلتي بوت حشان أتحرك في الماء بأسرع والأيك هذا هو الشتير أول آيك لما ألعب صفورت حشان أتحرك في الماء بأسرع وأرزيت الماء طيب أنت لم أتحرك في الماء بأسرع أنت رجعت لللين نفرق لأي شيء نتحرك في الماب أسرع أرجع للبوت أسرع وعندما أصبح رمات للتوب أو المت تكون هناك أسرع وأرجع من هنا أسرع حسنا لكن لم أقوم بعمل رمات إلى الآن دقيقة 11 أعتقد الآن أقوم بعمل حسنا نرى تأخذ منيون يولد حسنا يجب أن تأخذ منيون لا تجعل استاكات لديك موجودة هذا شيء جيد يجب أن تفرق تحت التور أو لأي حقتك لا تنسى الأي حقتك الدامج حقا الباسف الباسف حتى على منيون حسنا لا تساعدين هؤلاء يرى هنا ما تفرق؟ لماذا؟ وراهم لماذا وراهم؟ لماذا لم تفكر؟ فقط لكي أرد لا ورد حسنا حسنا لماذا كملت جاري؟ وقل لي ما تفكر أعتقد أنت أرجعت أنا سابقين طبعا من يومين لا لا أنا ضحين لا لا لماذا تفكر أنت تفكر هنا؟ لماذا كملت هنا؟ ماذا تفكر هنا؟ أظن أن يرى الجنقل أو يرى الى الصابق؟ دعنا نقول كم واحد في الماء لا تفكر؟ ثلاثة لو كانوا هنا ما ستفكر وانت سيفكر؟ سوف ترد لو كانوا هنا وانت سيفكر ما ستفكر؟ سوف ترد نراحة المتحق لم تفكر وانتما لا تفكر في المنيماب خليهم ياخدوا دريك حبيبي خليهم ياخدوا الليب وياخدوا خليهم ياخدوا البلو حقنا ودريك ولا تفكت ارجع ارجع جلس هنا ودى XP انت لما تبعل زي كده من دون اي intention XP حقك بروح الفاطح جلست تجري قال لك ارجع رجعت لاستمشى XP راح XP راح XP راح هذا فاس شك اي شي زي كده فاس شك ايش يعني فاس شك وردتهم وجهة لا لما تخش بوش بدون ما تشوف احد وراها انا يجب ان شاء اللين هذا ايه ممكن ان قتل عنه بدون اي فايدة ان لا اصنع شوف تحضر هنا هنا اه اه حجم الخط حجم الخط ايه اه لما تخش بوش اتفك لما تخش بوش بدون ما انتعارف في احد هنا ولا هنا هذا فاس شك الالسو لما تجي قداوة البوش في الرنج حق ال auto attack وتحط الورد حقتك وهم هنا كانوا قتلوك it's also called a fold a face check لما تبت تورد زي كده الله خليك دائما تعال from the safe sites ايش ال safe sites ليش قلت لك اه هنا ورد safe من هنا خط الورد هنا عشان تشوفهم عديتوا تعال هنا وتحط الورد من هنا على هنا حتى لو جوا يضربوك يعني لازم يخرجوك وتشوفهم اوكي لا تجي هنا سوء انا متأكد يعني انا انت عد في اصابعك كم مرة مت عشان جيت سويت الورد هذه وانا اتحدى لو ما مت منها 60 مرة يعني عدد كبير عشانك دائما تجي تحط الورد وهم في الجنجل حقهم هنا واللاحة الداخل والادسي حقك بيت طبعا لا تنسى راح عليك xp بالهابل عشانك ياس تلفلف من دون اي داعي اوكي انت من يوم ما شفتهم هنا انت عارف انهم مطلعين فوق اول شي تسوي تجيط وارد ارجع مع الادسي دفل ويف لا يوجدهم بايدين الحل لان انهم يخسر مني بسرعة حلال؟ حلال حلال وانا ارتفاء المحضر 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 والدعوذية المحضر والبوت لا يوجد من final اي اربع نفر اي اربع نفر اي ارتبرهم الجنبك حسنا 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 وراك شوف جايين ما شاء الله تبارك اللهم يعني لو لحظوك قبل أب ثانية كان متى لك لا تقوم بإمكانك ضائعة الكيو حقتك انت ما تسوي كيوز من البوش ولا تلعب حول البوش نهائيا في البوت لو تسوي كيوز كذلك قدامي انا شايف كنت تسوي الكيو وخلينا نرجع لكونسيت مرة ثانية كل مرة تسوي كيو فين تمشي هي؟ فين يمشي؟ على يمين على يمين انت ما زلت تسوي الكيو على قدام خلاص عدل الدماغ في نص القيم وشي تاني حاول قد ما تقدر استفيد من البوشز حبيبي تعال البوش تسوي كيو من جوه ما احد يشوفك ولو شافوك تدخل البوش هيلعب خايف عشان فيه برشار في الجهة هالي كل مرة تجي من قدامي تقول لي انا جاي لك ادي كيو اكيد حاج لي سلعب سيف بس انا ماني شايفك انت متخبي هنا جيت فجأة قربت سوي تلي اي سوي تلي كيو ثريش اذا يونيك شامبيون وما هو سهل عشان كل الحاجات اللي بقول لك اياها هذه واذا انت ما تستغلها انت ما تستفيد من الشامبيون لا تنسى الله خليك استخدم الاستاكات حقتك ثلاث استاكات عندك من نصف ساعة اوكي ابو عيد ثاني كلهم نزلوا فين الاثنيت انت ملاحب يعني شوف داما لما نجيك واحد كده طالع اقول لي اخي انا ليش انا ليش ما انتبه تلاب نفسي احيانا احس نفسي اهبل لما احد يجيني محشوم انت طبعا اوكي بس الفكرة انه حاجة بتنعاد في الجيم ستة سبع مرات انا ما اعيدها ثاني خلاص هذه اخر مرة موضوع اني استخدم يعني ما حرام الاستاكات هذي دقيقة عشرين توصل حتيوصل لتها دقيقة ثمنتاشة والعشرين تو لسه ما لبلت الائتم حقك لبل ثلاثة والمفروض انت بلبلها بالكتير دقيقة خمسنائش وفي نفس الوقت وكل كيو بتسوي انا جاي قدامكم وسوي لكم كيو and you don't do prediction you do زي البطة حضروبها على قدام اوكي ترى هم بني ادمين برضو ما هم بطت هشوفوك دايما تسويها زي البطة حيمشوا على تحت خلاص عارفين انت دايما تجيبها في محل تاني في محل واحد تمام هذي المفروض هذولا ماتوا اذا مون اثنين واحد منهم ليش لانو المنين ويف حقتنا كبيرة واحنا وير بوشين هما المفروض يستنوا هنا بس هما غريدي ass motherfuckers جلسوا هنا انت كل اللي كان احتاج تسوي تجري تسوي اي بعد ان كيو او تزوي كيو على تحت اذا والله يعني المفروض اي اول لانو انت سريع لا تنسى انو عندك mobility boots صح وهم ما عندهم boots حتى لو وصلوا تحت التوار انت هتجري اول با حتسوي الهومسلو والحمار هذا جالي صدر بوطة وطاكس هو بيرجع قدم اي alt q ماتوا او يفلشوا طبعا انا ما ناخد الادم اللي ما عنده flash هلو؟ احسن combo فترش حبيبي e q أو او e into alt q لانه اللي ما عندهم تسوي او الامر سيكون سيكون بس اسهل الامر لو ادك ان تصبح المتميزين ضيعت الكيو حقك بنفس الطريقة سويته على قدامه هما الاثنين نزلوا تحت تمام بالهبل ده و ضيعته كل شي وبرضه قتلتهم لان هما لا ننتبه للشغلات هذي حسنا لا تخاف خوش حسنا حسنا لا يطمع حسنا لا 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 حسنا 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 جلا حسنا 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 كانتو الاثنين مليتين برضو لو في واحد يسوي TP وينزل كان انت خلاكم سوي TP وصلوا للتور شعلوا هذا وانتو ما خلوكم ترجعوا Don't lose your back timings تخسر مليانين ولا 6 مليانز ولا 4 مليانز ولا تموت هذا ما ندري ليش خايف مستحيل خايف ما لا هاي معنى يجري يقدم يكتلكم الاثنين Again إيلو إيلو ما حنتكلم عنه رجعتو سرع سريع ما رجعتو برضو اوكي اوه ضيعت فلاشك ضيعت حاجاتك وهي ما تستاهل تضيع وإلا الله كنت حتموت وخليتو ضيع الفلاش والهيل وراح عليكم منين ويفيا كبره وشالوا نص التور إذا ما شالوا كله هذا كله عشان باك تايم ما يروح عليك 6 مليانز ولا يروح عليك هذا كله اللي راح هذا داير نبغل ما هو خليه فياستا دايمون نبغل الفياستا تصير شوية مرتبة وانت يو قايد ما دام انت مين سبورت خلاص هدا بياخد الهداة امشي سيبوه ما احنا خايفين عليه جنغل ميت البوت ميتين صح؟ ايه امشي روح مت لا نبغل الفياستا تصير بعض المزيد بعد ما رجعنا هذا اخد وما عندنا لا شيء نسوي خليها بس انا بحاول اطالع في تيمفايتس عشان نشوف ايش بتسوي لانه لانه حبة حبة اوه اوكي ليه ما في ريكول لو ايتو شف شلتو هذا ريكول اشتري ارجع اتعود الله خليك بعد كل ريسيت ارجع اشتري وارجع بعد ما قتلتهم ارجع اشتري وارجع اي قتلة قتلتها ما هتستفيد منها الا اف يو كاش عند قولت اوه انا قتلتهم مبسوط ايا هي رجعت اشتري ايتم وجهت هلين وانت ما اشتريت هي ايتم اقل منك بس عشان انت ما اشتريت والشي هي صارت اعلى منك يقدر يكتلوكم حرام حرام مرة حرام تكتل احد وارجع يكتلك مرة ثانية وانت ما عشتنك انت ما ارجعت اوكي 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 الادسي ما يبيرجع اوكي اوكي انا راجع احتاج الى ارث ارث الى ارث ارجو ارث لعم به يبيرجع لا اجعل اف يمرك سيبكين مرحباً نفس الـ Q حقاتك سويته حقاً قلتك وعطيته هدب الاتسامة كويسة حلوة بس شايفة مقبل ما تصير قلنا أنها ستصير صحيح؟ هذا كله عشان انو الله نحن نتعلم ونحن نتعلم بالطريقة المفروض أن تتعلم انظروا ما يفعلوا مثلكم لا يرجع وإن شاء الله يرجع وإن شاء الله يرجع وإن شاء الله يرجع ثم، لماذا نزلت تحت هذا نزل تحت لا أعلم لماذا انت ستمت المفروض تقول لي الـ ADC نحن نتعلم اوه جيد عامتين فين نروح بعد ما نشيل البط نروح مد وقل لي المد ينزل تحت المد مراضي تنزل و تاخده جنجل أو تاخده مينين وترجع تجلس مع الـ ADC كذلك حسنا يوميك بلايس إلى التاور التاور ما يبيش إلى التاور حسنا حسنا يرتفلعش بس اوكي يعوّر الزيكس مراجبا ما هو خلينا لكي المفروض ليس س Josh مدد كيف هو فتح ما هو رحت من هنا. جاهد الحالك. جبت الكيو على الثانية. لا مهدو. ما ادري. يمكن لو كان سويت الالتي احسن ثم سويت الالتي ادخلهم على هذا و ادخل الادسي. انت تبقى الادسي. ما تبقى هذا الثاني. يعني ركز. شفت الالتي حقا زيكس. وبعدما سوى الالتي زيكس. يعني انت ما زلت. المفروض ما تسحب. شوف انا ليش زعلان منه. انه انت سويت الكمب و جلست تجري. برا. نعم. انت طبعا الدبلو حقتك حطيتها. هيا حطيتها. كان تجري تجري مع خويك. وتحط الدبلو فوقو. و انت وياه تضربوه. لا تكون بسي. عنده هيل اكشيلي هيا كمانا. اوكي. كان اكشيلي قتلتو. بس ما ادري. بس ما يدف دائت. بس ما ايضا. بس ايضا. صارتك على الهاتف. ماذا لم تذهب؟ هل ترحبك يا ابني؟ هل ترحبك يا طماع. هل ترحبك يا فوقو. هل ترحبك يا ايد. لا كده الريد اللي يجي في حلقك هذا أبغى منين أبغى روح أشوف أحد شفت واحد رايح أساعده الهيلث هذا لا أشوفك في الماب أرجع أشتري وأرجع عندك موبيليتي بوتس يوار فاسترين في الماب ما سويت ولا روميليين دحين باي دوي مزبوط نعم هذا إشمعنا؟ أنا ماني مستفيد من الباي هذي هو الصح تشتريها بس الصح عشان تشتريها تسوي رومز إذا ما تسوي رومز لا تشتريها تشتري حاجة تنفع قدام هذول أشتري ميركوري إذا قدامك يدي كثير أشتري نينجا تابي إذا قدامك سي سي كثير وماجيك رزيس كثير أشتري التانية يوانلي باي دس إف يو ريكول رومد تنزل بوت مع كل ريكول في الليينج فيز دقيقة تمانية دقيقة ستة دقيقة تسعة دقيقة احداش دقيقة 14 هذي كلها 34 رومز انت ما سويتها فاهمني يب فأتعلم تروم أو أتعلم تبطل تشتري الأيتم هذي ليه ما تتعلم تروم حسنا 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 نكمل أنا ما زلت أبغشوف في تيمفايت أبغشوف في تيمفايت حسنا 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 لا تستطيع أن تتعلم تروني لا تستطيع أن تعمل تنظر لا تترن ترى أن تتعود تفضل تقوم بتقوم بتحديد نعم حسنا حسنا يعني قبل ايش ما قلت تقليق لك ايش يعني ايش يعني ايش يعني يعني توقع فين هو هيروح اه ما تريده شوف بوضع تمتلك سأتاعدة سأتاعدة مقترحة تمهار لها لا يُستطيع الوضع ويجدها ما تنجح ممسدك ممسدك يومي واحد اثنين. ما احنا شايفين احد هنا. لما انتروح تمشي فيس شك فيس شك فيس شك. ليه? ممنوع حبيبي. ممنوع. اللي سويته هذا ممنوع. هذا ممنوع. هذا ممنوع. هذا ممنوع. هذا احنا في الهاي رئيلو نتوقع لمن واحد هنا انه في احد معه. ما هو الحاله. هذا حمار. بس هذا ليس معناه انه انت سويته صح. ممنوع. ارجوك. ها شايف تلي معا واحد. يعني ما هم مرة حمير روس حمير. بس ما زال حمار. جاكش الحاله كان هنا لو هو هنا كان قتلك الحالك. انت سابور صح? نعم خائل. ممنوع فيس شك. اكتبها في القوانين في الجام. فيس شك ممنوع. اي مرة داخل على بوش. ما انت شايف احد وراها. وما انت شايفهم كلهم في الماب. لو جاي البوش هنا بادخل. وشايفهم كلهم الخمسة. اي دي. ما انا شايف لها واحد منهم ولي اثنين. فيه تلاتة ما انا شايفهم. وواحد في الجهة هديك. انا اشترك في احد بيستناني. ويوجوري في احد بيستناني. انا ازان اي دي سي. حسنا؟ لم أقوم بعمل تيمفايت لا أستطيع أن أرى ماذا أقول لك بالنسبة لتيمفايت ولكن عاماً في تيمفايت هذه هي أول واحدة أنت جزء من الفرونت لاين حقك ودائماً توقف قدام فوق السبورت حقك أو فوق الـ ADC أو فوق الكاريز حقونك يعني خذها منه طيب وتسوي لهم بيل لا تخليهم يوصلوا على ADC قد استخدمت ميكايل قبل كده ميكايل ميكايل اسمع ميكايل لا تفكر استنى طيب لما يكون قدامك آش يمكن تجيب ميكايل وتفكر الـ ADC حقك كسير خليه هو ينصجع بلالتي يفكره وأصحبه حسناً طيب أظن كده خلاص خلاص خلاصتوا القتال يعني فهي لا يوجد شيء لديه للأسف ما شوف تيمفايت لأنني متأكد على الـ Teamfight يجب أن تذهب لحالك وتذهب لحالك وتسيب الـ ADC يعني أنك والله تجد لجنب الـ ADC انت أعرف وأبخص فقط في كل حالات الـ Role حقك هذا support هذا ثلاث support يجب أن تدخل الـ ADC عندما تدخل الـ Teamfight 6-1 تخش وترجع لكي تساعد الـ ADC تمام؟ ممتاز وسلامتك وسلامتك ما قلنا اليوم؟ كم حاجة؟ أنا لم أسجلتها مرة كثير أرجو هذا أول شيء هذا أول شيء سلامتك 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 أدخل أعمل أعمل الـ Ward حقكة الجنجل في دقيقة 23 دقيقة 43 وكيب وارد يعني أنك حتى لا تقوم بها في البداية ولا تقوم بها في النص ولا تقوم بها في النهاية طول الوقت لا تقوم بها و حدك حدك وردت البوش الذي في الـ River وليس الترايبوش الذي يقوم حسنا؟ لم أردتها إلا عندما جاء ما يسمى؟ الجنجل أخذها دقيقة 7 أو دقيقة 8 فكيب الـ Ward موجودة الجنجل حقهم ما يجاكم ولا مرة تمام؟ بعد كده الشوز هذه لا تشتريها التي ترون بعد كده بعد ما توقف الـ Wave communicate 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 push think وارد بحطوطة هذه بالله يتعود عليها وبعد ما تفك الماب تتعود على أنك تطالع في الميني ماب كل قديش؟ ثلاثة لخمسة ثوانية كل ما ليدي سيش المينيان طالع في هذا أو شغل مترونومورك مؤقت مؤقت حط مؤقت جنبك كل دقة طالع في الميني ماب إلا ما تتعود عليها وأرجوك لا تحاول تتعلم كله مع بعض إيش مكان بني آدم إيش مكان هذي حاجة تتعلمها إن شاء الله لما تكبرك كذب أمري مستحيل أنت في نفسك في قراءات نفسك تقول أنا أقدر وأنا متأكد حتأخرهم كلهم أحسن طريقة تتعلم فيها بالسرعة أسرع لو أخذتها واحدة واحدة حتتتعلمها أسرع من اللي تتعلمها كلها في نفس الوقت وأكتب جنبك كده بوستيت ورقة فتعلم وحدة خلصها تمكن منها روح اللي بعدها أوعدك إذا خلصت هذول كلهم أنت قولت بالراحة بكده ولا يهمك أنت تفوز ولا ما تفوز وضروري يعني أنا دائما أقول لما بتعلم الحاول لا تتتعلم في رانكت الشغلات هذي حاولت تتعلم الماتشوب سيوا فرانكت بس تتعلم كيف تمسك الكاميرا كيف تضرب كيف تورد هذه في نورمل عشان حرام تبهدل التيم حقك معك أوكي وما يهم شوف كيت زبالة من بداية الجيم لآخره ما سوى ولا شي صح ما شفت أني قلت ليش كيت حمار ولا أنت المفروض عشان كيت تسوى قلت لك أنت تعلم كيف تسلع للطاتك فقط ما في ولا شي تاني مهم أوكي لأنه لو صلحت للطاتك ستطلع كيت معك وستطلع من الإيل اللي أنت فيه أين بالأمين تمام في أي سؤال الكاميرا المقفلة لها مميزة أم لا 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 البيضة الوحيدة للكاميرا المقفلة لما تمشي وتضغط مسافة مثلا أنه والله أنت من الناس التي لم تتلحق الكاميرا في نصف التيم فايت فتبغل شايف نفسك طول الوقت بسيطة لا أنت من الناس لا يستطيع العب لك وانت تمشي عادي تمشي عادي ولكن لو جاء تيم فايت تضغط مسافة لكي ترى نفسك الطريقة الوحيدة ولكن المشكلة لما تضغط مسافة حتى الـ Q حقتك لما تجد تقوم بـ Q غير لما تقوم بـ Q و ما اسمه أبقى تجرب تقوم بـ Q في مكان وانت تمشي غير لما تقوم بـ Q و الكاميرا حقتك واقفة لأنه لما تضع الماوس في جهة والكاميرا واقفة الكاميرا ما تتحرك الـ Q حقك سيروح في المكان هذاك اللي حتت فيه الماوس في المقابل لو أنت ماشي لازم تحسب حساب حاجتين إنه والله كلما أنا أتحرك على قدام لازم ألف الماوس شوية على يمين عشان أجيبها في المحل لا أريد فاهمني فأنت تصير في عندك مشكلة وانت ماشي ستغير محل الماوس في المقابل والكاميرا واقفة هتضرب الماوس ما مكان محل المحل الماوس في نفس المكان ستذهب لازم تغير مهم مهم نعم نعم أتعلم عليها ما مكان قول عمر قال ستجد نفسك سيرت أحسن ستطفش وفي ناس يأتيوني بعد أسبوعين أو ثلاثة يقول لي عمر لا أستطيع أن أتعلم ما عليش صابر وشد حيلك وحاول وحط في بالك أنه فقط طريقه لكي أفضل أن تذهب بالكاميرا لا يوجد طريقة حسنا يعني شوف لو أتفرج على double lift double lift فاتح الكاميرا لما نلعبتين في تضغط مسافة تلاقي نص نص القيم هو ماشي بمسافة بس عود نفسه ففي كده وفي كده بس مقفل طور الوقت لا تقرأ تشوف الميني ماب لا تقرأ تشوف الجنغل فين لا تقرأ تطعلع لا تقرأ تتحرك لازم أقل شيء اللي هو ميكس شوي يقفل شوي يفك أحسن شيء خليها مفتوحة نهائيين روح شوف فكر مفتوحة نهائيين روح شوف دوبة مفتوحة نهائيين روح شوف 3-4 ADCs السابورت السابورت لأنه لازم تطالع في الماب كل شوية دائما مفتوحة أحسن شيء ومعليش صابر ما يهم الرانك رانكك ما يهمنا يهمك تتعلم صلح المشاكل هذي كلها الرانك هيطلع با دفولت دخلت رانك بعد ما أنا علمت كل حاجة وانهزمت 20 هزيمة وربعات تقول والله بعد ما تعلمت من عمر اتبهدلت 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 انا الكلام اللي قلته مفروض يطلعك اذا انت بتسويه غلط لازم نرجع ونصلحه او والله تسير واحد جاء يتعلم راح ستة قيمات أزايم وربعات يقول لي انا ما استفدت منك اتبهد صلح المشاكل هذي اوكي 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 من يوم ما تصلحها صدقني هتموت أقل هيتحسن لعبك وحتبدأ تفكر في الجيم صح وحتى لو ما استفدت منه في سيلفر هتستفيد منه في جولد هتستفيد منه في بلات لانه عشان تطلع دايمند ان شاء الله ماستر هذه القوانين كلها لازم تكون من ماسترها فحتى لو ما استفدت يعني انا احيانا في الجنج لما لعب سيلفر وللعب سميرف ولل دخلت مع واحد من الشباب ولا لو إيلو اللي قدامي اشوفوا مفاهم اش بيسوي ارمي كل القوانين حقتي اللي افكر فيها شوفوا الجنجل قريب ما هو قريب فيه ثلاثة ما فيه ثلاثة لا 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 هذا حمار والثاني حمار خش فاهم؟ بس انت قيس إمكانيات العدم اللي قدامك من يوم ما تقيس إمكانيات وتلاقيها إمكانيات بلها يا انفلت تلاقي إمكانياتها كوي إمكانيات كويسة وفاهم ايش بيسوي لا يصير تبدأ تحسب حساب تمام؟ تمام ممتاز وبالأخص استفدنا والله انت افكار ما كانت في بالي التوفيق ان شاء الله هاد الفكرة في كل الحالات اجمعين اجمعين تس لو ما قصرت الله يسلمك حبيبي الله يوفق الجميع يلا سيا السلام عليكم